قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأب جورش رايحة حلقة مميزة بعنوان مشيئة الله في حياتنا حيث تناولت الحلقة متطلبات هذه المشيئة التي تقودنا في آخر الأمر إلى الفرح والعيش مع الرب بسلام مستشهدة برسالة القديس بولوس إلى أهل سالونيكي فإلى هناك مشيئة الله في حياتي أنا كمؤمن مسيحي الله شو بده مني أنا يعني كإنسان فمشيئة الله في حياتي كمؤمن ما هي مش مشيئة الله للكون مشيئة الله للعالم مشيئة الله لجميع البشر والناس على مختلف أشكالهم واختلاطاتهم واختلافاتهم والثقافاتهم ما رح نبحث بهذا الموضوع موضوع بدنا نبحث عن مشيئة الله في حياتي أنا فالموضوع أبونا إذا بتحب أنت نعم بحاجة الإنسان كل فترة الإنسان الناضج الإنسان الروحاني الإنسان اللي ماشي مع ربنا بحاجة كل فترة لا يفحص ضميره لا يفوت لأعماق نفسه نعم ويعمل هذا الميزان بين ما بيشوفه هو ماشي بحياته وما بين مشيئة الله تعالى بحياته لو حكينا بالبدايات شو هي مشيئة الله بحياة الإنسان هي مشيئة الله أول إشي أنه خلقه هاي مشيئته وثاني شغلي وأهم شغلي أنه خلقه ليكون حسنا جدا وراء الله عندما خلق بسفر التكوين عندما خلق الإنسان أنه شافه أن هذا الخلق حسن وحسن جدا يعني كمان التركيز على أنه يكون الإنسان بأحسن صورة على مثال مين؟ على مثال الله وإحنا بنحكي كلمة الله مين هو يسوع المسيح إحنا كبشر شفنا يسوع يعني خلينا نقول البشرية مش أنا كأبو نجور إحنا يعني يسوع لما تجسد راح الحاجز أنه إحنا نعمل تصورات وخيال لصورة الله في حياتنا لا هي صورة الله تجسدت وصرنا نعرف إيش هو المطلوب من خلال شو؟ من خلال كتاب المقدس منعرف أنه هذا اللي بصير مشيئته الله ولا مشيئته الشخصية لا يتعارض مع الوصايا الوصايا العشرة لا يتعارض مع أمثال يسوع مع تطويبات يسوع بقارن أنا وبشوف بعمل إشي وبعمل أقول هيك الله بده لا مش دائما هيك الله بده بننميز شو المصطرة أداة القياس المصطرة اللي بقيس فيها أنا هي الكتاب المقدس بشوفه وماشي على ضوءه أنا مخنوق متضايق خلص لما بكون بدي أزع يعني خلص الشخص اللي قدامي بدي أأزيه عشان أحطه أو أوقفه عند حده هيك العلم بحكيه المنطق بحكيه أنه حب نفسك دلل حالك كده لا بيجي الكتاب المقدس ما بحكي لك لا بيحكي لك تضحية بيحكي لك تحمل بيحكي لك للأسرار ويتحافظ عليها مش كل ما دق الكوز بالجرة ومثل ما بيقولوا بدي أنا أخرب الدنيا كلياتها وأخرب علاقاتي مع عمي مع خالي مع أصدقائي مع كذا عشان صار في خلاف على الميراث عشان صار في خلافات عالية أنا بحكي الله بدي ياني أني أنا أكون قوي لا يا حبيبي الله يعطيك تعليم الكتاب المقدس ما شئت الله ما تبحث عنها على السوشال ميديا ما تبحث عنها مع التعليم البوضي ولا تبحث عنها عن تعليم تنمية الذات وتنمية القدرات وهذه كلها أشياء بتعزز للمسيحي أنت في عندك الأساسي هلأ أنا بحط الأساسات وفوق عملت الروف شو ما حطيت عليه براكل حطيت عليه تجميلات هاي الأشياء مش غلط مشيئة الله في حياتنا ذكرها القديس أولا التلاميذ كلهم كانوا طبعا يتراسلوا مع القديسين الأباءنا الأولين في الرسائل اللي وضعوها ففي رسالة إلى القديس بولوس إلى أهل تسالونيكي يتحدث عن هذا الموضوع بشكل واضح وصريح اللي هو مشيئة الله في من جهاتكم يعني كانوا يتسالوا ماذا يريد الله منك ما هي مشيئة الله منك أنا كمؤمن بالضبط هذا هو السؤال فبولوس الرسول بعث رسالة جدا جميلة وأنا بحب أقرأ منها اللي هي من خمسة أربعة عشر نعم من خمسة لأربعة عشر خمسة أربعة عشر لأربعة عشر ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم وأن تعتبر أروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم سالموا بعضكم بعضا ونطلب إليكم أيها الإخوة انذروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس أسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع انظروا أن لا يجازي أحدا أحد أحدا عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم لا تطفئوا الروح لا تحتقروا النبوات امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن امتنعوا عن كل شبه شر وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح آمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا أيها الإخوة صلوا لأجلنا سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة وناشي بدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الأخوة القديسين بنعمة ربنا يسوع المسيح معكم آمين هذه الرسالة كاملة كما قالها وأرسلها إلى أهل تسالونيكي القديس بولوس الرسول إذا بدنا نيجي أبونا نفسر أو نفند الرسالة في بدايتها يدعو إلى أنه التعليم التلمذة وهي النعم اليوم بعرضنا إياها القديس بولوس إنما تدوم النعم بالشكر ويركز هنا بالرسالة على أن نشكر ربنا بالزمنات كنا بالسيمينير بعدني أنا مبتدئ في سيارة عند واحد من الآباء صافها ببيروت كنا في محل رجع ما لقاها انسرقت السيارة فبيقلوا لأبونا المعنى وقلوا اشكروا الله عصب قلوا ايش أشكر الله سيارة انسرقت قلوا اشكر الله أنك أنت ما كنت بالسيارة لما انسرقت كان خطفوك معها وتعرف الوقت الحرب كان في خطفة كثير في لبنان وهيك ففكر فيها هيك بعد ما هيدي وهيك قال نشكر الله أنه فعلا سرقت السيارة وانا مش موجود فيها فمرات احنا ما بنقدر نشكر الله على الشغل اللي بنشوفها يعني تحصيل حاصل قلوا هاي ما كده وخصوصا بتربيتنا وتعليمنا للأولاد بيشوفوا فيه أشياء مسلمات أنه أهلهم وفرينهم واحد اثنين ثلاثة هيك بس جميل جدا أنه يشتركوا الأولاد بهاي القربات الشبيبة والجمعيات والكده لما بيلفوا على البيوت وبيشوفوا الناس لا أنه مش الكل مؤمن بهذه الأشياء اللي أنت مؤمن إلها تعالوا بابا بالصوم تعالوا بابا بمناسب معك خلينا نمتنع عن الأشياء هاي مين اليوم بقدر يمون يطفي النت لمدة ساعتين في البيت شو بيسووا فيه الأولاد في الأهل قدرش يقدروا يتحكموا بهاي الأشياء هذا كله بعطينا جو صافي لنعم ربنا تنفهم أنه هاي هي مشيئته هو هيك بدو يانا بدو يانا نسالم بعض بدو يانا نقلل المشاكل اللي حكياتيهم كل هدول بنعمل عليهم مش حلقة بنعمل عليهم مادة كاملة محاضرات سلسلة محاضرات يعني كل نقطة فيهم ممكن ينعمل عنها حلقة كاملة هاي هي مشيئة الله بس احنا مش دائما بتعجبنا مشيئة الله لماذا؟ ليش؟ 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 لماذا؟ ليش ما بتعجبنا؟ لأنه نظرنا محدود احنا شايفين هلا بس هو شايف للعمر كل ايانا اشتركوا في القناة